في عنوين نشرة الليلة اعترافات قاتل عشقوت جريمة بدأت بكف وكرزت الكذب وستمائة كذب هل نجت ضاحية من طائرة مفخخة ونعم اعترف بأنه باع طائرات صغيرة التيار يعد الأصوات جملات مع مين مكان والكتائب ضد الأثنين موصلنا لأي نتيجة تخلينا نحن أن نصود لأحد المرشح فضيحة قوى الأمن طارت المليارات بين الجدز والسيفود وطلابيات المدع أرى رزم هو تسونامي قضائي بوجه المرتكبين والمخلين بالمدنية العامة والأمنية فيديو طفل العراق التطبير صحيح والخطأ في العمر لكن لا والطفل في بركة الحشين والطفل الحي والحمد لله وفي ترينس فرنجية يلعب بالطيار وفي فن الخبر الحمر تحتفل بالعيد العشرين لمسرح المدينة هذه العنوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل موسيقى موسيقى مساء الخير بين أسباب جريمة عشقوت الهستيرية ولملمة بقايا فضائح ضباط قوى الأمن والطائرة المتفجرة المضبوضة قبل التفجير فوق الضاحية سار الأمن بخطا ثابتا فالقاتل العشقوتي يعترف تباعا بما ارتكبته كريست الدم والضباط الموقفون يبدو أن لا قيامة لهم في ملف فاسد وضع العنصر الأمنية في خدمة المدام وأصبح القابض على الأمن قابضا أيضا على الأرواح ويلاحق المرضى إلى فاتورة استشفائهم أما الطائرة المتفجرة فوق الضاحية فقد أسقطت قبل أن تقلع وكانت طائرة الفلايكام من مضبوطات مستودع الأسلحة الذي دهمه الأمن العام في بحمدون ولما تقدم الأمن بخطا ثابتا استدارت السياسة وسجلت انعطافة جديدة للنائب وليد جملاط الذي كان أرسى حلفا سرمديا مع الرئيس نبيه بري وسارى معا في جبهة رفض لوصول ميشيل عون إلى بعبدة وحلف تأييدا لسليمان فرنجي وبعدما غرر جملاط رئيس المجلس بموقف داعم سيجد بري أن مشكلة زعيم الحزم التقدمي هي في مواقفه التي لا ترس على رأي واحد وأن من اتبعه أصيب بالدوار وبحجر التويتر رجم جملاط السلالة عن بكرة مخترعيها وقال كفانا جدلا بزنطيا من هنا وهناك حول كيفية انتخاب الرئيس وكفانا سلالا فارغة وأوهاما بأن لبنان في جدول أولويات الدول هناك فوضى عالمية عارمة لذلك التسوية الداخلية أيا كان ثمنها تبقى أقل تكلفة من الانتظار يتحدث جملاط من خلفية الإحباط الذي بني به لسيما بعد جولتي استطلاع لمفد عين التيني إلى الرياض الوزير وائل أبو فعور كما أن للإحباط أبعاد انتخابية أكثر أهمية بالنسبة إلى زعيم الجبل الذي لن يسير في تحالف مع بري يغضب فيه حلفاء انتخابيين من سنة ومسيحيين جبلا وهم يشكلون له ولنجله تيمور عصب الأصوات لكن أين الحرير من كل ما لم يجري؟ بعض المطلعين على حركته يؤكد أنه بات أكثر ميلا إلى ترشيح العماد عون هو يستعد لهذه اللحظة التي لم يحسمها بعد لسيما أن كل ما استحصل عليه من السعوديين هو جملة واحدة نحن لن نتدخل وأنتم تتحملون المسؤولية وتضيف المصادر عينها أن الحريري سينتظر أيضا بعض البوادر من قوى الثامن من أذار لكن اهتمامات هذه القوى أبعد من لبنان وقد تصلوا إلى لوزان حيث غدا اجتماع أرفق بأهمية استثنائية للمنطقة ويضم روسيا وأمريكا وتركيا والسعودية بغياب إيران اجتماع قد تنضم إليه قطر وهو منفتح على الفرنسيين فيما تبقى بريطانيا وحدها الجهة المعطلة والمشعلة للحروب وقادتها يتوارثون هذه اللعبة المدمرة عبر التاريخ لكنهم يدفعون الأمريكيين إليها أولا فكما ارتكب توني بلير جريمة حرب في العراق بإقناعه جورج بوش بالدخول في غزو العراق ووعده باللحاق به كظله ها هو وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يسير على الخطى نفسها ويؤكد أن بريطانيا ستدخل عسكريا في الصراع السوري لكن في إطار تحالف يضم الولايات المتحدة جريمة عشقوت بين رواية أهل الضخايا واعترافات القاتل اعترف المؤهل الأول في الأمن العام توني عبود بجريمته المروعة في عشقوت التي قد نتيجتها أربعة أفراد وبحسب الرواية القضائية اعترافات القاتل أتت على النحو التالي المشكلات بدأت قبل نحو خمسة أشهر فإضافة إلى كلابهم التي لا تكف عن النباح كان أهل حب الله يتعمدون إزعاجنا يرمون الزيت على سيارتي والنفايات أمام باب منزلي وقد اعترض جونبول زوجتي مرات عدة وتحرش بها يوم الحادثة عدت إلى منزلي فبدأ المشكل بتلاسن بيني وبين جونبول وذلك نتيجة تراكم المشكلات خصوصا أنني تقدمت بعدد كبير من الشكاوى ضد أهل حب الله ولم تتحرك الأجهزة الأمنية أنا بدأت الكلام ثم هجمت عليه وصفعت وجهه تطور الأمر إلى عراق بيننا فحضرت والدة جونبول ثم والده وهجم علي ثلاثة تدخل والدي فضربوه على وجهه ووقع أرضا في هذه الأثناء حاول جونبول سحب مسدسي فتراجعت إلى الخلف وسحبت المسدس وأطلقت النار على جونبول ووالدته ووالده سأله القادي لماذا قتلت الجار من آل الشدياق فرد بأنه لا يذكر أنه أطلق النار عليه كرست ولم أدري ماذا أفعل غيرت الممشط بعدما أجهزت عليهم ثم ذهبت إلى إطلاق النار على الكلاب وقتلها هذه الاعترافات وضحضها فريقان أولهما أهل الضحايا والثانيهما قوى الأمن الداخلي كذب وستمائة كذب وحتى نحن عنا وسائق وبالغلط لأنه قال له كبير في واتسابات جاية لأخت مرتي باعتتها مرتو بالغلط للجيران أنه جاوزي عمي هددني بالقاتل لأنه شيك كبير مش بيجارهم مش بيجارهم مش بيبن عمي في مشاكل مشي يعني حتى مشي إشي عكلب ومع كلب وإشي ما بتوصل لإنسان يعني يقتل أربع خمس أشخاص بس هو ما بعرف شو سائر معه حتى بتعمي كل عمره يدبهوله على أولاده وولادي قوات بس يطلع جاب لي لعبوا مع أولاده يعني شغلة ما بعرف قدم شكوى بـ 18 أول شكوى قدمه بـ 18 يعني من كم يوم عن في أشخاص مجهولين ألفاته حطين سموا بيدات داخل بيته وسرقين ألفين دولار بـ 18-9 يعني من حوالي 20 يوم يعني 21 يوم فورا بزيت النهار يعني كمان لهذاك شكوى بزيت النهار فورا حالة أنه لازم يعني تقوم برغم أنه شغلة ان صار له أكثر من عشر يوم وونتصل بالنائب العام النائب العام بشير أنه يبقى المحضر مفتوح أسبوع بنرجع نخابره خلال هيدها الأسبوع Observations بهيدا الموضوع بيجي مرة تاني بـ 11-8 بيقول كمان في حدا كب على محرك سيارتي بقع خضار بقايا خضار وبيشتبه بجون بول وبي إيزابيل كمان فورا متصل بالناب العام الناب العام بيقول أنه لازم يجي يتشكي يتدعي عليهم يعني هون منزب المحضر لازم يتدعي عليهم نحن نستدعيهم مندقل له مندقل له تيجي مبارح عن مبارح تيجي يتدعي عليهم ونبلش نتابع الموضوع بقلنا ما فيها نجي بدأي يجي اليوم الساعة 9 للأسف صارت هذه العملية إن صدقت رواية القاتل بأنه تقدم بعشرات التقارير للشكوى من مضايقات جيرانه يكون تقاعص الأجهزة الأمنية عن القيام بدورها قد دفعه إلى أخذ حقه بيده بهذه الطريقة البشعة ومع أن إحصاءات قوى الأمن الداخلي تشير إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الجرائم في لبنان ولكن لا يخل الواقع من الشواذ فشاء ابن الدولة أن يكون أحدى الحالات الشاذة لا يرسعد قناة الجديد آخر تفجير الارهابي ضرب ضاحية بيروت الجنوبية كانت في الثاني عشر من تشرين الثاني العام الماضي في برج البراجنة وتبناها نذاك تنظيم داعش وقد جاء هذا التفجير بعدما نجح حزب الله في إغلاق الحدود الشرقية مع سوريا والحد من هذه التفجيرات التي ضربت الضاحية مع بدء الأزمة السورية أبرز هذه التفجيرات وقع في الخامس عشر من آب الفين وثلاثة عشر في الرويس وفي الثاني من كانون الثاني الفين واربعة عشر في حارة حريك وفي الحادي والعشرين من كانون الثاني عام الفين واربعة عشر والمكان أيضا حارة حريك فهل صحيح أن الضاحية كانت مستهدفة بسلسلة تفجيرات في خلال إحياء مراسم عشراء نعيم برجاوي كشفت معلومات صحفية أن المديرية العامة للأمن العامة ومخابرات الجيش اللبناني ألقت القبضة على انتحاريين كانا قاب قوسين أو أدنى من تفجير نفسيهما في مركزين دينيين بحسب ما ذكرت صحيفة السفير وبحسب معلومات الصحيفة فقد أقر الانتحاري الذي ألقى الأمن العامة القبض عليه في الخامس من الجاري في منطقة القولة بأنه كان يتحضر لتفجير نفسه بعد يومين أي يوم الجمعة الماضي أثناء صلاة الجمعة داخل أحد أكبر المساجد في الضاحية الجنوبية لبيروت وذكرت الصحيفة أنه بدى واضحا من خلال التحقيق أن مشغل الانتحاريين واحد وهو أمير في تنظيم داعش في مدينة الرقة وقد أرسلهما في الفترة نفسها وتبين أن الانتحاريين لا يعرفان بعضهما البعض أما أهم الإنجازات فكانت فجر الخميس عندما ألقى الأمن العام القبض على ثمانية أشخاص داخل مستودع ذخائر ومتفجرات في بحمدون يعود لشخص ينتمي إلى جبهة النصرة لكن العناصر الأمنية لم يعثروا على متفجرات بل على صواعق ورمانات يدوية وذخائر بحمولة نصف شاحنة صغيرة كما جرت مصدرة طائرة صغيرة من دون طيار من نوع فلاي كامب بمقدورها أن تحمل متفجرة صغيرة وبحسب صحيفة السفير أيضا اعترف صاحب المستودع أنه باع المتفجرات لأكثر من تنظيم وبينها داعش فيما أخطر اعترافاته حينما توجه إلى المحققين بالقول نعتذر مشاهدين عن هذا الخطأ التقني التيار الوطني لم يقنع الكتائب بعون رئيسا لكنهما اتفقا على استكمال النقاش والتفاهم في هذا الشأن يواصل الطيار الوطني الحر زياراته ولقاءاته الأفريقاء السياسيين بهدف استطلاع مواقفهم من العماد ميشيل عون كمرشح للرئاسة وفي هذا الإطار زار وزير التربية اليس بوصعب يرافقه النائبين زياد أسود ونبيل أولى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي لجميل في دارته في بكفية قرابة ساعتين داما الاجتماع أكد بعدها لجميل أن الموضوع الرئاسي لا يزال يتطلب نقاشات أكثر مع التيار لكنه ترك الباب مفتوحا أمام التفاهمات في حين أكد أبو صعب أن التيار يرى أن الموضوع الرئاسي بات وشيكا لكنه لم يحسن بعد كان بينقصنا يمكن التواصل بشكل أكتر واليوم بهذا الاجتماع اتفقنا أنه نرجع عن كف التواصل لينحكى أمور كتير من قانون انتخابات كيف شكل الانتخابات كيف شكل القانون اللي نحن منتفق عليه كيف لبنان بدنا إياه يكون نحن مع التفاهم مع كل الأفريقاء في لبنان ما بينحط شروط تعجيزية ولا أي شروط على أي رئيس جمهوري ممكن يجي لا الجنرال عون من أنه اللي بيقبل ينحط عليه شروط ولا سمعنا فعلا من حدا اليوم أنه حاطت شروط علينا يمكن ما فينا نتسهل مثل غيرنا بالمواضيع الانتخابية لهذا السبب نحن اليوم بصدد استكمال نقاش مع طيار الوطن الحر ولكن الشغل بدأ بعد شغل بدأ بعد كتير نقاشات بدأ كتير حكي نحن ما عم نحكي محاصصات ما عم نحكي بزنس ما عم نحكي ديلات ونحن موقفنا موقفنا السياسي منه قابل للتجارة والبيع والشراء مشروعنا السياسي يتناقض مع المبادئ والثوابات اللي عم بدافع عنا النائب الساعة الفرنجية والجنرال بضبوط انطلاقا من هون نحن منفتحين للنقاش مع النائب الفرنجي ومع الطيار الوطني الحر كرميلتا نشوف اذا فينا نتوصل لنتيج جمعية الحديد هلأ موصلنا لأي نتيجة بتخلينا نحن ان نصود لأحد المرشحين اذا استمر الواقع مثل ما هو اليوم لنهار الانتخابي يابكون ورقة بيضاء يابن نقرر نحن نحط اسم من الأسماء اللي بحق لهم يترشحوا على موقع الرئاسي وانتقد الجميل ما يحكى عن لبنانة الاستحقاق الرئاسي معتبرا انه من المعيب الحديث عن امر يجب ان يكون من البديهيات في اذار الماضي ضجت البلاد بفضيحة من العيار الثقيل داخل ارواق مؤسسة قوى الامن الداخلي مجموعة ضباط وعناصر اختلسوا اموال المساعدات المرضية المخصصة للمتقاعدين احيل حينذاك اكثر من 20 ضابطا في قوى الامن الداخلي الى المجلس التأديبي بعد تحقيقات صارمة اجراها قاض بلا هوادة والمحام العام التمييزي شرب الابي سمرة بين هؤلاء الضباط متورطون في قضايا فساد ورشوة ومخدرات اليوم القرار الظني بحق المتهمين يخرج الى العلن بالاسماء والرطب مليارات الليرات سرقت من خزانة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ابطالها معروفون بالاسماء وبالرتب هذا ما كشفه القرار الظني الذي صدر عن القادي العسكري رياض ابو غيدة الذي حصلت الجديد على نسخة منه الفضيحة المالية والامنية ابطالها بضع طفاحات فاسدة افسدت سلة كاملة على رأس الشبكة العميد محمد قاسم قائد وحدة الادارة المركزية في قوى الامن الداخلي يعاونه رئيس قسم المساعدات المؤهل اول نزيه صالح والمقدم محمود القيسي من شعبة الشؤون الادارية الذين تمكنوا من خلال ابتزاز عدد من الضباط والرتباء والعناصر من سرقة مليارات الليرات من مؤسسة قوى الامن الداخلي فيما يلي شهادات عدد من المدع عليهم بحسب القرار الظني المعاون الاول حسين ترموس لجأ الى المؤهل نزيه صالح للحصول على مساعدات مراضية لوالده وزوجته وفق صالح مشترطا شافت خاطر العميد قاسم وتنظيم فواتير وهمية باسمه وبعد قبضها يسلم المبلغ الى مكتب العميد قاسم ليبدأ بعد ذلك المؤهل صالح تقسيم المبالغ المالية مع قاسم والمقدم محمود القيسي المؤهل الاول خالد نجم نظم معاملات طبية وهمية باسماء عناصر في قوى الامن كان يقبضها باسمهم ويشتري بالمبالغ المقبوضة مفروشات ومعدات منزلية لمنزل العميد قاسم وطعاما وحاجيات اخرى من سوبر ماركت جوديز وسيف وود ماركت وقد وضع العميد في تصرفه ثلاثة سائقين المؤهل الاول مالك جابر العميد قاسم كلفه التواصل مع الشركات التي تتعامل مع قوى الامن لجلب اكراميات في مقابل تسريع بتي معاملاتها كاشفا انه كان يأخذ من كل اكرامية مئتي الف ليرة المؤهل الاول ياس غانم اصحاب الكراجات المتعاقدة مع قوى الامن الداخلي كانت تقدم اكراميات في الاعياد للضباط المسؤولين في المرأب كاشفا انه تسلم اكرامية من احد الكراجات مقدارها الف دولار للعقيد نزار بنصر الدين اضافة الى اكراميات اخرى سلمها له باليد المؤهل شرب النغيوي العميد قاسم اعطاه امرا بتأمين اشخاص ينظم باسمهم فوتير مساعدات مرضية وهمية شرطا ان يتم دفع نصف قيمتها له وللمؤهل صالح كيف سيتعامل القضاء العسكري مع المدة عليهم وما العقوبات المنتظرة تقسيم الادوار وتوزيع المسؤوليات بما يتلقى مع الافعال الجرمية وعلى اساسها اجت المواد الجرمية التي تبدأ من ثلاثة شهر وتنتهي بالخمس سنوات والتي اشغال شاقة مؤقتة من العميد محمد قاسم الى اصغرتي بتحيي تنامي قضائية عصفت بالمدرية العامة لقوى الامن الداخلي في فضيحة استمرت اربعة اعوام قبل كشفها على ان مواجه الجرف القضائي بدأت بالانحصار ادام شبس الدين قناة الجديد غرد النائب وليد جملاط قائلا لقد آن الاوان للخروج من هذا الجدال البيزنطي في الرئاسة وانتخاب اي يكن من دون قيد ولا شرط غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط فجرا عبر تويتر لم يعد هناك من قيمة فعلية لسلسلة التنظيرات السياسية القائمة اذا لم ننتبه الى الوضع المالي والاقتصادي ولا اعتقد ان جهة سياسية او حزبية معينة تستطيع تحمل التابعات امكانية الانهيار في ظل هذا الوضع السياسي لقد آن الاوان للخروج من هذا الجدال البيزنطي في الرئاسة وانتخاب اي يكن دون قيد او شرط كما نصح باستشارة الهيئات الاقتصادية المسؤولة والحريصة على الاستقرار المالي وانصح بلقاء حاكم مصر في لبنان لدراسة كل الاحتمالات والاطلاع على حقيقة الاوضاع واضاف جملاط كفان جدلا بيزنطيا من هنا وهناك حول كيفية انتخاب الرئيس وكفان سلالا فارغة واوهاما بان لبنان في جدول اولويات الدول هناك فوضى عالمية عارمة لذلك التسوية الداخلية ايا كان ثمنها تبقى اقل تكريفة من الانتظار ولان التسوية السياسية في انتخاب رئيس اهم من فوائد قصيرة المدى في اغراءات انية قد تكون مضرة على المدى الطويل ان مصلحة لبنان اهم من مصلحة بعض الافراد ولا اعتقد ان حزب الله او غيره من القوى الموجودة يستطيع تحمل مخاطر الفراغ ونصح جملات حافظ على الاستقرار بالخروج من هذا الفراغ ومن اعتراض واعتراض مضاد فليكن شعال المرحلة الرئاسة محصنة باقتصاد منتج وأمن صارم وفعال ورفض تشكيلات فطرية مضرة وختم جملات بملاحظة اخيرة جاء فيها ان نجاح المقاومة كان في سريتها ومركزيتها ان تشكيلات الجديدة تخالف التوجه المركزي وغير مفهومة التوجه او الهدف لكن نتمنى التوضيح من اجل حسن التواصل اخبارنا الفنية لهذه الليلة مباشرة من الحمرة مع زميلة دارين شهين مساء الخير دارين 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 عم سمعينا ايه هلا عم بسمعك سامر اتفضل دارين حطينا بالاجباء الاحتفالية يلي عم بتعيشيها بمناسبة العيد العشرين لمسرح المدينة نحن اليوم متل ما شايفي سامر موجودين بالشارع الحمرة من اجمل شوارع بيروت الليلة عم نعيد العيد العشرين متل ما قلتي لمسرح المدينة وما في حدا اهم من ست ندال الاشقر تتخبرنا شو عم بيصير تحديدا الليلة شكرا اواشي بنا نعلن انطلاق هالاحتفالية عشرين سنة مسرح المدينة لمدة 12 يوم من اليوم لليوم 26 الشهر بحضور الليلة وزير الثقافي هاللي دائما داعم لكل المسارع نحن بنشكو وكل الداعمين الماليين الموجودين معنا الليلة انا بشكركم جدا وبطلب منكم تيجوا تحضروا كل الليلة الليلة عنا الملك يموت وريم خشاش بكرا عندنا عصان بو خالد وعنا عبد الكريم الشعار بعدين عنا رجيع الساف يوم الاحد بقى كل يوم كل يوم عنا عملين عملين بنفس البطاقة هالية 15 و25 و35 ألف ليرة لبنانية ليش هي تشجيع لكل الناس لجي يجوا يحتفلوا بالمثقفين بالفنانين وبالناس اللي أشعلوا أنوار هذه المدينة فترة 25 سنة نحنا كمين عم نحتفلوا بمسرح بعضهم موجود لأم متل ما بتعرفة في مسارح كتير اليوم عم بتسكر ببيروت صحيح صحيح بشان هيك نحنا عم نحتفل بالمدينة وعم بيحتفل بمسرح المدينة والممثلين والفنانين والمخرجين بموجودهم عم بيحتفلوا بفيدا عرفت كمين أنو ابنك عمر عم بيصور فيلم تحديدا فيلم وثائقي عن مسرح المدينة خبريني أكتر عنه للمشاهدين قبل ما نختم عمر النعيم كمين عم بيعمل فيلم وثائقي إجا خاصة من أمريكا لحتى يعمل فيلم عن هذه المدينة اللي فيها كل المشكلات الزبالي والمي والكهرباء والبحر والسمك اللي عم بيموت وهالفنانين عم بيقدموا كل حياتهم من أجل إضاءة هذه المدينة الرائعة هاي الفيلم يعني شكرا لقالك ست ندال شكرا لقالك وقبل جرفونا أكيد هل ينجوا على الحمرة كل يوم من هلأ إلى 12 يوم صحيح سمر العودة لقالك شكرا لقالك دارين شهين وإن شاء الله عقبال مزيد من التقدم والنجاح لمسرح المدينة اللي بعده متنفس للناس مع حقيقة فيديو التطبير لطفلة عمرها ثلاثة أشهر الذي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لم يخير ابن الأربعين يوما لثلاثة أشهر بين التطبير وعدمه في العاشب المحرم ولم يسأل الطفل العراقي لا الطفل اللبناني ولا البحراني كما جرت ترويجه للموضوع عندما نشر فيديو له مدرجا بالدماء محاطا بالأطباء ولم تحترم حياته هذا الطفل عندما خطفها منه رواد المواقع الاجتماعية والإلكترونية بهدف رفض مبدأ التطبير وتحديدا لطفل رضيع بعدما قيل إنه أنثى لذكر فكانت الهجمة على مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفا مع موت هذا الطفل وتنديدا بعملية التطبير ما دفع أسرة الطفل في العراق إلى الرد وتوضيح كل المغالطات حول هذه القضية والوسائل اللي نفلت إنه موضوع الطفل هذا اللي طابره بضغطه إنه هو متوفر لكن لا والطفل في بركة الحسين إنه الطفل حي والحمد لله نعم الطفل وهذا والد الطفل وهذا الدد الطفل من محافظة الإنسان والذي حمله الشيخ على منصة من منصات المواكب الموجودة في العمار الطفل في صحة جيدة والحمد لله من بركات الحسين منذور هذا الطفل إنه أبوه إذا صار عنده ولد ناظرة يطبره اليوم عاشوراء اليوم 12 من عاشوراء العدد قبل يومين صار واليوم 12 من عاشوراء لذلك عمره 40 يوم من حقي عم الطفل ووالده وجده الامتعاد من نشي خبر موت طفلهم فيما لا يزال هو على قيد الحياة في وقت تناس هؤلاء أن مبدأ التطبير هو المرفوض خصوصا إذا كان يتعلق بطفل لم يتعد عمره 40 يوما أم أن بعض التقاليد والعداد في بعض المجتمعات غير قابلة للنقاش جسر جوني غزير دمر مرتين مرة بغارة إسرائيلية والأخرى تكفلت بها البلدية جسر جوني غزير لا تختلف قصته عن سائر الجسور التي استهدفها الطيران الإسرائيلي في حرب تموز عام 2006 وأعيد تأهيلها ولكن الجسر هذا وعلى الرغم من موقعه على الأوتوستراد الدولي تحول عام 2015 إلى مكب للنفايات برعاية بلدية جوني السابقة الإسرائيلي كبصاروك كسر جسر بشقفة وحدة يلي نعمل بزبالة بها الجسر واحدة وزارة الأشغال قادرة تقدر شو الضرر يلي واقع لكن مين بتحمل مسؤولية هالهدر بالأموال وتحويل هيدا الجسر لمكب؟ القرار الخاطئ والاستهتار يلي وصل الأمور لهلي اليوم معطول بيصير هيك للأسف مع الإدارات وبالوزارات يعني البلدية السابقة ولي سمح لهم هذا الجسر هو طريق دولي لوزارة الأشغال العامة وفي شهر تشرين الثاني من العام الماضي احترقت النفايات تحت الجسر وعلى الرغم من خطر هذا الحريق على السلامة العامة استمرت البلدية في اعتماده مغزنا للنفايات إلى أن قضت النفايات على كل قنوات مياه الشتاء فاعتمدت بلدية جوني الحالية بورة أخرى لنفاياتها وبدأت بتأهيل تلك القنوات وللأسف انكسرت كل مصافي الماء اللي بترسب الماء واتخلها لبرات الموقع وفيت كل شي في نفايات وتراب داخل نظام تسريب المياه وسدها كليا واليوم اننا أسبوعين عم ننظف كل المجاري لحتى نحطات لموسم الشت الجاي لما نقع بأي كرسي بهالمجال تأهيل قنوات المياه ما زال جاريا ولكن من سيعمل على تأهيل جسر جوني بعد الحريق الذي أطفئ لكن ضرره بالجسر لم يحل بعد ما يهدد السلامة العامة جسر والأوتوستراد وطريق الدولي هم مسؤولية بزارة الأشغال العامة والنقل وهذا جسر بده معلجه بشكل جد من ناحية تغيير المواد الكوتشوكية التي كانت تحمل الأجزاء على بعضها التي ضررت نتيجة الحريق أو من ناحية إعادة المواد التي وضعت عليه من بعد ما قصف من الإسرائيليين وكسروا حتى عليها مواد لاصيخة حتى تحمله وتخليه يمسك على بعضه وبدأ إعادة تأهيل وإعادة تركيب لأن نتيجة الحريق أزيلت تأهيل الجسر أول مرة جاء بعد الغارة الإسرائيلية أما هذه المرة فالمعتد لبناني ويحمل الصفة الرسمية فهل تتحرك وزارة الأشغال قبل سقوط الهيكل؟ ليالبو موسى قناة الجديد وبالعودة إلى تقرير ضبط الانتحاريين الذي حصل فيه خطأ تقني هل صحيح أن الضاحية كانت مستهدفة بسلسلة تفجيرات في خلال إحياء مراسم عشراء؟ لم يكد يمر العاشر من محرم حتى بدأت تسريبات التحقيقات الأمنية تظهر إلى العلن مع موقوفين في شبكة كانت تخطط لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ما بدنا نخوف الناس بس بدنا نقول أن الأجهزة الأمنية اللبنانية سواء مخابرات الجيش الأمن العام أو حتى فرع المعلومات عملوا إنجاز نوعي وكبير مسكرين التسريبات لأنه في جو ليالي عشرة بدأت تقطع وإن شاء الله رح تقطع على خير وما لم يكشف عنه في حلقة الأسبوع في ساعة الأحد الماضي تصدر عنوين الصحف فور انتهاء عشراء ندارنا حزب الله ندارنا انتحاريون خلايا عنقضية وأوامر من الرقة فحوى التسريبات الأمنية التي تنقلها وسائل الإعلام عقب كل عملية تسفر عن اعتقال إرهابيين إلا أنه في الآوينة الأخيرة وصل إلى حد المبالغة نقلا عن مصادر رسمية أمنية مطلعة واحد نعم هناك انتحاريين كان يتحضران يفجران نفسيهما واحد تم إلقاء القبض عليه في محيط الكولة والتاني في محيط منطقة الطيونة هذه صحيحة اثنين مستودع الأسلحة الذي تم ضبطه في الجبل صحيح ونعم اعترف بأنه باع طائرات صغيرة تم ضبط طائرة باقي عنده والحمول تقريبا نصف شحنة أما في الشق الثالث موضوع حي السلوم فللأسف هناك مبالغات وما كتب وما نسج عن خلية حي السلوم فيه الكثير من المبالغة الرواية مضبوطة أنه في مجموعة سوريين نزحين معهم أوراق ما فيها ثبوتية تم ضبط أسلحة فردية عندهم طائرة فلاي كام من مضبوطات مستودع الأسلحة الذي دهمه الأمن العام في بحمدون وبحسب التسريبات الأمنية التي نقلتها صحيفة السفير فأن في وسع تلك الطائرة أن تحمل متفجرة صغيرة لكن الأخطر من ذلك أن صاحب المستودع اعترف بأنه باع خمسا منها لأحد التنظيمات الإرهابية وفي بحثنا عن هذا النوع من الطائرات التي تستخدم للتصوير يتبين أن هناك أنواع عدة منها فالصغيرة منها مثلا قادرة على حمل نحو مائتي جرام من الوزن والكبيرة المتطورة قادرة على حمل خمسة كيلو جرامات فأيا نوعا من الطائرات بتاع الإرهابيون الإجابة لدى الأجهزة الأمنية نعيم برجاوي قناة الجديد بعد الأعلان الحراك يدعي على الدولة ولما حكيت ميريان ونهر رشعين ملتقى المجارير أهلا بكم جديد في صغيرة تلتق المجارير عند نهر رشعين حياة سكان بلدة أرد وحرف أرد في قضاء صغيرة لم تعد قسابق عهدها فمياه الصرف الصحي التبعة لعشر بلدات مجاورة تصب في نهر رشعين الذي بات أسود اللون ما بقى فينا نقعد هون يعني الساقن عندنا هون كتير مزعج الولاد كل ياتهم كل يوم تليتي على المستشفي كل يوم بعد يوم على المستشفي الكبار كل نصور معا نربو يعني القاعدة هون مزعجة كتير ما بقى فينا نقعد ما بقى في عالم طيبة أصلا أنت تقعد مات نص العالم مثل الخنقة مثل الجسم مرتخي هرياح عم تستعى العدمة صغيرة ورشعين وكفرد لاوس هي أيضا مع بلدات أخرى متضررة مباشرة بسبب وجودها على ضفاف النهر الملوث بروث الأبقار أيضا والذي تتفرع منه قنوات تروي مساحات شاسعة من المزرعات لايكي لونة شو لون؟ لونة بيضة وكلها وصخ عم مضطر نصق مزرعاتنا وانا ما فيه شي تاني تنصق فيه يعني لا فيه قبار ماي هون بأدقة الدولة وأصدر الدولة طبعا الماء كمان ما بيكفر للمزرعات فالرمان والليمون والخس وكل شي بينزرع بمطقه هون عم بينساقب ميت مجور عم تقزي الزرع أول شي مع الوقت هالأرض بطيبس النترات اللي فيها بيبس الشلش تاني شي بضاعة بطلع دغرعة بانتزع لأنه فيها ميترات كتير وتالت شي حشرات جرادين جميع الأمراض موجودة ما عم مقدر نعلجها اتحاد بلدية صغارتة يؤكد أن التكلفة المادية هي العائق الأساسي أمام وضع حل جذري لهذه المشكلة لكن مجموعة من المتضررين والخبراء عرضت مشروعها الموقت على بلدية صغارتة التي طلبت إلى الاتحاد مباشرة تنظيف مجاري الأنهر هو إنشاء خط بقلب النهر هيدا الخط بينجمع فيه بينسمع كولكتور بيتجمع فيه كل الصرف الصحي بيرجع بيتكب بمنطقة تكون شوي بعيدة هيك خففنا الدرر مؤكدا يعني ما نحلت المشكلة بعدنا عم نقذ المطاريح اللي هي من بعد المردشية طبعا مثل ما عم بقلك الحل الجزري هو بمحط التكرير إنما هيدا بمثابة وباء ما فينا ننطر للعالم كلها تنضرب لنحل المشكلة خلينا نبعد المشكلة من هلأ لكنا عملنا محط التكرير حل هذه الأزمة وفق أهالي صغرطة يكمن في أن يتحمل كل المسؤوليته بعيدا من التجاذبات السياسية والمحسوبيات لأن صحة أطفالهم فوق كل اعتبار جوال الحجموسى قناة الجديد ميريا مسكاف مرة جديدة تجد نفسها أمام معركة في زحلي اندلع الإشكال بينها وبين البلدية التي أقدمت على إزالة ما يعرف بالكيوسكات في بارك المدينة لكن خلفيات الإشكال تعود إلى النزاع القائم بين رئيس البلدية أسعد الزغيب ورئيسة الكتلة الشعبية التي اتهمته في عملية الانتخابات بعدم الوفاء للراحل اليسكاف وقد خاضت ميريام المعركة البلدية منفردة فحصلت على 9500 صوت ما وضعها تحت المجهر السياسي للأحزاب واليوم يتهمها الزغيب بقيادة مجموعة مسلحة فبماذا ردت سكاف انتهت الانتخابات البلدية ولم تنتهي تبعاتها وهي أغرقت زحلي في تجاذبات سياسية وصلت إلى حد الخلاف على كيوسكات في حديقة عامة وخلف الأملاك العامة قلوب مليان بين طرفين يتبادلان الاتهامات لكن الكتلة الشعبية تصر على أن القضية بالنسبة إلى بيت سكاف تتعلق بأرزاق الناس حصرا فنحن بدنا حلول تسعف الناس مش بتشردهم وهون بحب وضح أني تلقيت اتصال من سعادة المدير العام لقوى الأمن اللواء إبراهيم بصبوس وأكد لي اليوم أن القوى الأمنية ووزير الداخلية بلشوا العمل على حل نحن منترك هالأمر بعهدتهم ليش ما بيصير فيه مناقصات مثلا للكيوسكات ليش أنا بعرف أن الكيوسكات بالبارك هو المطلب شعبي حاربوني بالسياسة بمعارك ما بتمرق بأرزيك وغلت الناس وإذا مفكرين أنه اليوم بتزيلوا للكيوسكات وبكرة صور إلي وبعده بتفوتوا عبيوت السكيفيين بقلكون أنه كتير غلطانين بيانكن بيحكي عن عرضات مسلحة اقتحمت بارك جوزيف تعمي سكيف منطمنكن نحن سلاحنا أقوى من هيك بكتير عنا كتلة شعبية بتقول كلمتها مثل الرصاص وأكتر بلدية زحل المعلقة رأت فيما حدث استباحة للأملاك العامة ومحاولة لجر المدينة إلى فتنة من قبل مجموعة مسلحة نسبوها إلى رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف كان ممنوع يكون في عنا كيوسكات تبيع أكل أو تبيع مشروب أو تبيع ألعاب للأولاد لأنه هذه معمولة لكل الناس تطلع خاصة زوية الدخل المحدودة نزروا مترا ما حطينهم بورة مسوّن كل شي يكسروا وفيتوا تخابطوا مع النطور رجعوا بعد شوية جمعوا حالهم طلعوا بكمية كبيرة على البارك فتحوا البيب شحطوا الناس كيف هذا باركنا طلعوا لبرا أقفلت الحديقة حتى إشعار آخر بقرار من المجلس البلدي وبمؤازرة القوى الأمنية أما محاولات إلغاء البيوت السياسية والتفرد بالقرار فلا تزال أبوابها مشرعة والحلقة الأضعف دائما المواطن ولقمة عيشه روانت أبو خزام قناة الجديد زار رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل سليمان رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني حيث جرى عرض للأوضاع الراهنة وخصوصا ملف الرئاسة فيه مرشحين وممكن فيه مرشحين مخفيين لذلك مش بالضرورة نشترط مين لازم يكون رئيس لحتى ننزل عماد السنية هذا بيصبح تعيين ويكون كبينة الديمقراطية وراء ظهرنا عم بيروح دماء حوالينا من أجل ديمقراطية لو كانت مطارح منع ديمقراطية حقيقية مزيفة ولكن عم بيسيل دماء بحجة الديمقراطية وحرية الشعب باختيار ممثلينه بمطلق الأحوال أن نعود إلى تسيير أمور للدولة المجلس النيابي عنده مهمات تشريعية ضرورية أنا ما عم بقول أنون انتخاب أنون انتخاب أنا بفضل ما يتقرر بغياب رئيس الجمهورية لكن في تشريع ضروري لازم ينعمل وخاصة بيتعلق بالاقتصاد اللبناني وهذا مربوط دوليا ما فينا نخالف ونخرب بيتنا بأيدنا في موسكو التقى الوزير السابق فيسال كرامي نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوغدانوف المبوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشؤون أفريقيا وقد وصف كامع اللقاء بالمثمر والمفيد معكدا أن الأمل لا يزال معقودا على نجاح المساعر الروسية في انهاء عزمات المنطقة بالحوار والتفاهمات السلمية وحفظ سيادة الدول ومنع مخططات التقسيم وإلى فقرة ترانز مع زميلة سارات مصر خير سارات مصر خير ساموار تفدى ليش شو عندك بترانز اليوم يمكن لعبة الوزير السابق والنائب سليمان فرنجية شغلت تويتر اليوم بالإضافة لأخبار أخرى عن جائزة نوبيليا اللي راحت لروائي جائزة نوبيل للأدب اللي راحت لمؤلف موسيقي وهالشي كان صدمة يمكن للجمهور وعبروا عن هالشي تابعونا مصر خير نشر النائب سليمان فرنجية عبر تويتر مقطع فيديو غريب بفرج سيارة لعبة عم بتدور حول نفسها وتتخبط بالحيطان من دون أي تعليق مرافق هالتغريدة على غرابتها استرعة اهتمام الناشطين والمتابعين للنائب والوزير السابق مع تحليلات بتتناول هالسيارة والمقصد من وراها فرح البعض لاعتبار رسالة عن الوضع الرئاسي بلبنان آخرين اعتبروها تمهيد لما صرت السيارات يلي رح تصير نهار الأحد من قبل أنصار التيار الوطني الحر أما البعض الآخر فراح لتحليل لون دولي بالسيارة الأورانج وأضبيط الزرق لا يأكد أنه هايدي لطشة للجنرال عون يلي عم يتخبط لا يقدر يوصل للرئاسي لكن مش عم تثبط معه أعلنت فيسبوك عن ميزة جديدة وفرتها وهي إمكانية بث الفيديوز الموجودة ضمن شبكتها على أجهزات أخرى مثل أبل تيفي وأجهزة كروم كاست وهالشي بمكن المستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديوز عبر التلفزيون بمجرد أن يضغطوا على رمز التيفي الموجود أعلى الزاوية اليمنى وتحديد الجهاز يلي بدون يبث عبره وبيقدروا أيضا يردوا ويتفاعلوا مع هالفيديوز أثناء المشاهدة ولايك نترانس تصدر اسم باب ديلن مؤلف الأغاني والموسيقى الأمريكي قائمة التغريدات العربية والعالمية مبارح بعد فوزه بجائزة نوبل للأدب لجديد هالعام أنه نوبل أعلنت عن اسم الفائز لأول مرة بتاريخها عبر بث مباشر على قناة يوتيوب لكن أيضا هالفوز سبب صدمة وجد الكبير على تويتر بحصول مؤلف أغاني للمرة الأولى على هالجائزة العريقة وتراوحت التعليقات بين استهجان ما حدث وبين من شايف أنه بالعكس من الخطأ حصر الأدب بالروية وادلا بيستحق الفوز أما أقوى التعليقات فكانت من كارل يلي قال أنه مش المشكلة الجائزة تروح لمؤلف أغاني وأنما المشكلة هو حصرية فوز الرجال بها الجائزة من 11 سنة متواصلة لليوم 19 عم تستمر حملة أم فيها الشعب السعودي يوميا تحت هاشتاج رح نفلسكم للمؤاطعة والاحتجاج على شركات الاتصالات السعودية بهدف تخفيض تسعير المكالمات وطلبت هالحملة الامتناعة التام عن استخدام الموبايل بتاريخ محدد لتكبيت شركة الاتصالات خسائر فادحة وبالتالي إجبارة على تعديل الأسعار إلا أنه الملفت للنظر هو اتهام الناشطين لتويتر بحث في الهاشتاج والتعاون مع شركة الاتصالات بالإضافة للتعتيم الإعلامي اللي عم تتعرض له الحملة من قبل وسائل الإعلام خليجية مشاهدينا نحن وصلنا لنهية أخبارنا الليلة لمزيد من التفاصيل وأخبار أخرى تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج وعبر صفحاتنا على تويتر، انستغرام، سناب شات وأكيد ما تنسوا توتاج عند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونشوفكم بنشرات لاحقة تصبح على خير بعد الإعلان، الأونسكو تنصر الأقصى أهلا بكم من جديد قرار أممي يثبت أحقية المسلمين في المسجد الأقصى في فلسطين المسجد الأقصى موقع لعبادة المسلمين خلاصة قرار توصلت إليه منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم الأونسكو وتحول إلى مقدمة لصراع مع العدو الإسرائيلي فقد صادق المجلس التنفيذي للأونسكو لصالح مشروع القرار العربي الذي يؤكد أن المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف موقع إسلامي مقدس مخصص لعبادة المسلمين ولا علاقة لليهود به وطالب القرار إسرائيل بوقف الانتهاكات بحق المسجد والعودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما قبل العام 67 وصوتت 24 دولة لصالح القرار فيما صوتت 6 دول ضده وامتنعت 26 دولة عن التصويت هذا التصويت أعتقد أنه سيكون درسا قاسيا لإسرائيل ومكنتها الإعلامية وما قامت فيه في الفترات الأخيرة من صرف ملايين من أجل وقف القرارات الفلسطينية في المنظمات والمحافل الدولية واستخدامها لبرباجندا المضادة ضد قراراتنا لنقول لها أن هناك طريقة واحدة فقط لوقف القرارات في المحافل الدولية الطريقة هي الانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة رئيس مجلس وزراء العدو بن يمين نتنياه انتقد القرار بشدة معتبرا أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة فقدت شرعيتها مسرح العبث في الأونسكو مستمر واليوم تبنت المنظمة قرارا مضلنا آخر إن الإعلان بأن إسرائيل ليست لها علاقة بجبل الهيكل واللحائط الغربي أشبه بالقول أن الصين ليست لها علاقة بصور الصين العظيم أو أن مصر ليست لها علاقة بالأهرامات أناطق رسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردين أكد بدوره أن قرار منظمة الأونسكو يشكل رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي بأنه لا يوافق على السياسة التي تحمي الاحتلال وتساهم في خلق الفوضى وعدم الاستقرار في الرياضة العهد يسحق الأخاء علي بخماسية في شوط واحد والسلام صغرت يصطدي في النجم غدا صحق العهد ضيفه الأخاء الأهلي علي بخماسية نظيفة في افتتاح الجولة الرابعة من دور ألف اللبنانين لكرة القدم المباراة أقيمت على أرض ملعب صيد البلدي وحسمها العهد في شوطها الأول بتسجيله خمسة أهداف توالع عليها خليل خميس جاد الزين محمد قدوح في مناسبتين وأحمد عطوي بالخطأ في مرمى فريقه العهد خاض المباراة بغياب عدد من أبرز اللاعبه كمحمد حيدر وعبا سعطوي أونيكا ونور منصور ونجيري موسى كبيرو حيث أراحهم المدرب الألماني روبرت جاسبرت استعدادا للقاء القوى الجوية العراقي يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الأسيوي الجولة الرابعة تتواصل غدا فيلعب التضامنصور مع ضيفه الاجتماعي في صور فيما يحل النجمة ضيفا على السلام صغارة المتصدر في أبرز المباريات موسيقى كان في النشرة اعترافات قاتل عشقوت الجريمة بدأت بكف وكرزت موسيقى كذب وستمائة كذب موسيقى هل نجت الضاحية من طائرة مفخخة؟ ونعم اعترف بأنه باع طائرات صغيرة التيار يعد الأصوات جملات مع مين مكان والكتائب ضد الأثنين موسيقى موصلنا لأي نتيجة بتخلينا نحن أن نصود لأحد الملشحين موسيقى فضيحة قوى الأمن طارت المليارات بين الجودز والسفود وطلبيات المدع قضاء الواجهة المرتكبين والمخلين بالمدنية العامة قوى الأمن الداخل موسيقى فيديو طفل العراق التطبير صحيح والخطأ في العمر موسيقى لكن لا والطفل في بركة الحسين أنه طفل حي والحمد لله موسيقى كان في ترانز الليلة سيارة فرنجية البرتقالية تحير الناشطين موسيقى موسيقى في فن الخبر الحمرى تحتفل بالعيد العشرين لمسرح المدينة موسيقى موسيقى موسيقى